السلام عليكم تلميذ الأعزاء إن شاء الله كام تكونوا بخير وإن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم سندخل الجزء رقم 11 من سلسلة المراجعة الشاملة في مادة الهندسة الكهربائية في هذا الجزء سوف ندرس المحركات لا تزامنية وفي ناس الوقت سوف ندرس لغة لادر بنسبة مبار مجلالي لابي وكذلك سوف ندرس تقويم غير مراقبة للدرسة في سنة ثانية وتحت شعار الهندسة الكهربائية بإذن الله سوف تصبح أبسط من بساطة بسيط هيا تلميذ الأعزاء وش بقاتنا 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 زوج أجزاء ما بقاتناش بزاف ونكملوا هذه السلسلة هيا فاصل ثم نواصل قبل ما نبدأ في الجزء 11 جماعة زينا وش مطلومكم أضغطوا على عنوان الفيديو أحيخرجكم صندوق الوصفة حتلقوا فيها روابط بلون الأزرق رابط الأول هو رابط الموضوع الشامل رابط الثاني هو الإجابة النموذجية ورابط الثالث هو رابط التطبيق G20 تلميذ الأعزاء لم يوجد فاهم تقويم ثناء النوبة غير مراقبة ويضغط على واحد يصار الشاشة في تطبيق G20 وبإذن الله ولي كل شي سهل هيا جمعنا نبدأ ونجاوبه على الأسئلة دارة تغذية المنقيس معاقب كهربائي شكل 19 صفحة 8 سؤال رقم 109 أكمل على وثيقة الإجابة صفحة 28 جدول مختلف الطوابق المكونة لدارة التغذية إذن نجمعوش قلكم قلكم الطابق الأول سميه لي وش هو اسم الطابق وش هو الوسيلة المستعملة وش وظيفة هذا الطابق هاي نبدأ إذن نبدأ طابق الأول إذن طابق الأول شو نسميه طابق التحويل لماذا سميته طابق التحويل بس كون يحتوي على محاول الوسيلة المستعملة في هذا التركيب وش هو العنصر الأساسي اللي هو المحاول خافض يخافض التوتر الأول من 220 فولت إلى توتر إي أ ووظيفة هذا الطابق جماعة وش وظيفته خفض التوتر إذن هنا لو كان أعطالي هذا مثلا 24 فولت خفض التوتر من 220 فولت إذن لو كان أعطالي هذا مثلا 36 فولت إذن خفض التوتر من 220 فولت 6 و30 فولت الحساب قيمة إي أ هذا بنسبة الطابق الأول ورحوا الطابق الثاني كما تلاحظوا فيه جسر أربع ديودات إذن هذا الطابق شنسميه طابق التقويم ثناء النوبة باستخدام جسر جريتس ربط غير مختلط وش مع أنت غير مختلط كامل هذا كل ديودات لو كان نلقو زوج ديودات زوج تيرستورات وش نسميه نسميه جسر مختلط ونسميه تقويم مراقب بما أنه هذا ما فيش تيرستورات نسميه تقويم غير مورق الوسيلة مستعملة وش هي جسر جريتس بأربع ديودات وظيفة طابق هذا جماعة تحويل التوتر في إيتيجاه واحدة لو كان عطاننا فيه تيرستورات وش نقولو تحويل توطر في إيتيجاه واحد وفي نفس الوقت تحكم في قيمة النوبة تزيئ قيمة النوبة روحوا طابق الثالث كما كنتلاحظوا كين المكثفات إذن هذا الطابق شنسميه يسميه طابق الترشيح الوسيلة المستعملة هي المكثفة المستقطبة هذه هي اللي هكم تشوفها مستقطبة سي وش وظيفة هذا الطابق التقليل من التموج لازم ننقل له من التموج بها المضاخم يقضيه ثبت الإشارة لازم ننقل له تحبط تحت 24 فوت على هذا الشيء يجب علينا ربط المكثفة على التوازي هيا روحوا الطابق الأخير كما كنتلاحظوا هو طابق رقم 4 فيه منظم التوتر 78-24 إذن هذا الطابق نسميه طابق التثبيت التوتر إذن نسميه طابق التثبيت وشي الوسيلة المستعملة للعنصر الأساسي العنصر الأساسي هو منظم التوتر ذو مرجع 78-24 وشي وظيفة هذا الطابق وشي وظيفة تثبيت التوتر على قيمة النهائية 24 فوت مستمن إذن تثبيت التوتر هذا بنسبة لسؤال 109 سؤال 110 سنجاوب عليه بسرعة أكمل على وثيقة الإجابة صفحة 29 رسم مختلف إشارة التوترات في المخرج كل طابق إذن نبدأ بطابق رقم 1 اللي هو طابق التحويل والنسميه والتخفيض إذن شو وظيفة المحاول يخفظ النوبات ويحافظ على الدور والتوتر إذن نسمو النوبة موجبة كما هي من نقصلها في المطال التاح كما هكذا ونوبة السلبة نص موكماية ونقصلها في المطال التاح في الساعة بهذا الشكل أما طابق الثاني هو طابق تقويم ثنائي النوبة بما أنه جسد غيريتس نوبة الموجبة يفوتها ونوبة السلبة يعكسها يقلبها موجبة إذن وش وظيفة طابق التقويم جعل إشارة في إتيجاه واحد إذن نوبة الموجبة يخليها موجبة ونوبة السلبة جمعة ما يحذفها شي حولها موجبة لأنه جسد غيريتس لو كان دلنا تقويم أحادي النوبة نوبة السلبة تحذف إذن وش يحجمونه في جسد غيريتس نوبة السلبة يعكسها إذن نوبة الموجبة نوبة السلبة يعكسها ونوبة الموجبة يفوتها هذا نسميه طابق التقويم رحوا الطابق الثالث هو طابق الترشيح وش تدير مكثفة تشحن وتفرق تشحن وتفرق وما تخليش التوتر يهبط تحت 24 فولت إذن يتصبح إشارة بهذا الشكل جمعا جمعنا يصبت لكم طريقة تقريبية مهما نطولوش وآخر الطابق اللي هو طابق التثبيت وش وظيف طابق التثبيت تثبيت التوتر ليس 24 فولت إذن يثبت التوتر على قيمة 24 فولت إذن نقص 24 فولت نسميه خطة مستمر هذا بنسبة لسؤال 110 سؤال 111 ما دوره مكثفة تاني C1 وC2 نعطي أن هذه C1 غير مستقطابة والمكثفة C2 غير مستقطابة الإجابات بسيطة جدا نكتبه مع بعض نزل التشوشات المتسبب فيها العناصر الإلكترونية أما C2 وش وظيفتها مساهمة في تنظيم التوتر مع منظم التوتر رخوا الدارة التغذية وحساب الإستعام محرك M1 باستعمال طريقة واطمترين جماعة أقبل ما نبدأ الأسئلة اللي عنده مشكلة في المحرك طريقة واطمترين وش يدير يضغط على رقم 2 يسار الشاشة في تطبيق G20 هيا نبدأ نجاوبه جماعة إذن كي يقولك أحسب إستعام ممتصد المحرك عندك ثثة احتمالات يعتبر طريقة واطمترين أو طريقة واطمتر أو طريقة الحسابية إذن إستعام ممتصد في طريقة واطمترين ماذا تساوي تساوي P1 زايد P2 P1 هي الإستعام المدهال لك جهاز واطمتر اللي يقص لإستعام بين فاز A و Z P2 هي الإستعام المدهال لواطمتر 2 اللي يستعام بين واج فاز 2.3. هذه هي طريقة واط مترين. جمعنا نصحكم نصيحة. يقول لك احسب استعمال المحركات. اكتب بي اما ذا تساوي. تساوي بي واحدة بي 2. طريقة واط مترين. وتساوي ثلاثة بي فتاح. طريقة واط متر. وتساوي جزء ثلاثة فتاحة مركبتية خطفي. اكتب قوانين مع بعضهم. بهل لو كان يجبك سؤال واحدة اخوة تجاوب عليه بكل بساطة. هيا نبدأ نطبق وجمعه. اذا بي اما خمسة كيلو واط. وتقدر تحولها الوحدة الدولية وتخدمها عادي. اوكي. رحوا للسؤال الثاني. احسب استعال ردية. بطريقة واط مترين. ماذا تساوي استعال اتكاسية ولا ردية. اذا كي ماذا تساوي. تساوي جزء ثلاثة في بي واحد ناقص بي اثنين. احسبو. اذا تساوي جزء ثلاثة في خمسة ناقص اثنين. كي تحسبوها تلقوها. خمسة فاسة تسعتاش كيلو وضار. انجمعه هنا ركزوا. استعال ردية وحدتها شيء. وحدتها ضار. وليس الواط. الواط استعال فعالة. والضار ليستعال ردية. وفي اواش لإستطاعة ظاهرية. رحوا لي بعدها الاستعال الظاهرية. بما انه عندي استعال المتصالة فعالة وعندي استعال ارتكاسي. استعال ظاهر من جبل من مو ثلاثة الاستطاعة. اذا اس ماذا تساوي. دي مش تساوي جزء. تساوي جزء فعالة. اذا ماذا تساوي استعال ظاهرية تساوي 8.75 كافية. اخر حاجة اجمعه. اشيئ معامل استعال كوزفة. نخارج من مثلث الاستطاعات. عندي هذا من مثلث استطاعات. اذا المجاور هو P. والمقابل هو استعال ارتكاسيه. والواطر هو الاس. اذا ماذا يساوي. يساوي المجاور على الواطر. المجاور هو P. والواطر هو اس. وعنده احسب النتيجة. اذا ماذا يساوي سبعة على ثمانية فاصل خمسة وسبعين وكتحسبوا نتيجات القاصة في فاصل ثمانية هذا هو معامل استعقاصي سؤال رقم مئة واربعطاش عين مجال الضبطة ومارجع المراحل الحراري المستعمل لحماية المحرك ام واحد باستعانة بالملحق ثلاثة صفحة تسعة كما تلاحظون اعطى لي الملحق الجدول هذا هذا الجدول وش فيه وش فيه فيه مجال الضبطة عن مراحل حراري العمود الاول العمود الثاني فيه مصاهيرات من نوع ام و جيل وكل واحدة عندها معيار تاحة العمود الثاني فيه فيه ملامسات العمود الثاني فيه فيه المرجع تاح هذا المراحل بعد ما تختاروا انطلاقا من المجال الضبطة والعمود الآخر فيه كتلة المراحل الحراري إذا نجمع لي عندنا مشكلة في المراحل الحراري يضغط الرقم ثلاثة يصار الشاشرة في تطبيق G20 20 هيا جمعنا نبدأ ونخدمه إذا المراحل المناسب هو هو LD2D1321 المجال الضبطة هو ١٢١ أم بي أستاذ كيف عرفته وكيف عرفت مجال الضبطه طريقة بسطة جدا أول حاجة عند لوحان الممكن أن نأخبر مراحل الحراري تحديد التى افضلات المحرك لإمتصار إذا الكشفنا هنا وانطلاق نطلاق للإنسان عند الانطلاق الثاني بعدها اختار المراحل الحراري يجب التى ارتد المجال ظبطه كما هذا المراحل الأول مجال الضبطة من ٥٠ أمبر ثاني مجال الضبطة من ١٦ أمبر ثالث من ١٢٩ أمبر رابع يصلح لماذا؟ لأنه 13.23 تنتمي إلى مجال الضبط 12.18 إذا ما نقول في هذه الحالة؟ المراحل الحالة المناسب هو ونحن نرى كلمة الرفيرانس هاي ريفيرانس مرجع ذو ريفيرانس ولا ذو مرجع LR2D1321 لماذا؟ لأن التيار الاسنين تعمل المحارك 13.23 تنتمي إلى مجال الضبط تعمل اللي هو 12.18 جماعا قاد يأتيكم سؤال آخر يقول لك اختر الفاصمة والمنصاهرة المناسبة للمحارك آآم إذا ما تقولون المنصاهرة المناسبة للمحارك هي آآم ذو معيار 20 ها ذو معيار 20 ولا الفاصمة جيل ذو معيار 35 قال يقول لك اختر الملامس الكهرو مراتس إذا الملامس كهرو مراتس هو دي 18 دي 32 هنا جابنا كل اسئلة سؤال رقم 115 ما قالكم اسمي العناصر 1 2 3 المكونة للخطة التغذية محارك آم 1 اذكر دور كل منها هاي نبدأ نجابه تلاميذ الأعزاء اللي عندهم مشكلة في دوائر التحكم دوائر استطاع المحركات بشي يضغطوا على رقم 4 راح تشوفوا الفيديو فيه كل شي بالتفصيل هاي نبدأ نجاوبه إذا نبدأ العنصة التقنية الأول كما كم تلاحظوا قاطع عازل مع الفواصل نكتبه مع بعض العنصة رقم 1 هو قاطع عازل مع الفواصل وشي هو الدور تعه دوره قطع وفتح يدويا بتدخل إنسان وبما أنه يحتوي على الفواصل وش وظيفته حماية المحرك من تيارات العالية رحوا لعنصة رقم 2 العنصة رقم 2 هو ش اسمه ملامس كهروميوناطيس ثلاثي الطور وش هو الدور تعه دور تعه قطع وفتح آليا انطلاق من دارة التحكم يعني هذا عكس بعضهم هذا يمشي بتدخل إنسان يدويا وهذا آليا عن طريق وشي على الموجودة في دارة التحكم والعنصة الأخير أي محرك وش لازم نزيده له المرحل حراري إذن عنصة 3 وش نسميه عنصة 3 مرحل حراري وش وظيفته وظيفته ولا دوره حماية المحرك من فرط في الحمولة رحوا لسؤال 116 حدد نوع الإقلاع إذن هذا الإقلاع جمعا سميه إقلاع مباشر انتما إقلاع غير مباشر تدرسوا إقلاع نجمي مثلثي بما أنه ما عندكوش مخاشة على المحركات ومكاش تمستع نجمي وتمستع مثلثي إذن هذا الإقلاع اللي تلقى مخدوم بهذا الشكل سميه إقلاع مباشر وبانتأكدو نلقى فيه ملمسة اتجاه واحد وممكن نلقى فيه ملمسة اتجاه الدوران هذا ما كان وكانت تلقى فيه ملامس ربط النجمي وملامس ربط المو 30 نسميه إقلاع غير مباشر إذن وش نقوله هنا يا وش هي هذه الدارة هي دارة الاستطاعة وش هي نوع إقلاع؟ إقلاع مباشر مع أنت المحرك يربط مباشرة بالشبكة ثلاث طار قده كين إتجاه دوران كين إتجاه دوران واحد بسكو كين ملامس واحد مع الكبح في حالة غياب التيار إذن هذه هي تسمية دارة الاستطاعة إذن إقلاع مباشر إتجاه دوران واحد مع الكبح في غياب التيار سؤال 117 كيف يسمى العنصر التقنية وما هو دوره؟ إذن هذا هو العنصر التقنية إذن وش نسميهم مكباح الكهربائي؟ إذن وش هو الدورتاعه؟ وظيفته كبح دور في حالة غياب التيار سؤال رقم 118 أحسب شدة تيار إقلاع المباشر المحرك M1 جماعة كي يقولك أحسب تيار إقلاع لازم دي ما يميد لك علاقة تيار إقلاع بتيار اسمي وش قالكم هنا؟ حيث تيار إقلاع E-DMARG وش يساوي؟ يساوي 8 من E-NOMINAL من تيار اسمي ماذا تلاحظ؟ اختار حلا لذلك هيا جمعنا نجاوبر إذن تيار اسمي يساوي 13.23 أمبر وعندي تيار إقلاع يساوي 8 E-NOMINAL إذن وش نقوله؟ حساب تيار إقلاع ماذا يساوي؟ إذن يساوي 8 E-NOMINAL ويساوي 8 في التيار اسمي 13.23 ويساوي 15.84 أمبر إذن ماذا تلاحظ؟ التيار اقلاع عالي جدا ماذا تقترح نقترح اقلاع غير مباشر اقلاع نجمي مو ثلاثي اللي هو اقلاع غير مباشر اه روحوا لي بعدها دراسة المحرك ام ثنين اللوحة الاشهارية المحرك ام ثنين موضحة في الملحق اثنين صفحة تسعة سؤال مية وتسعتاش فاسر معلومة التالية والمدونة على اللوحة الاشهارية خمسين كوز في ومية واربعين تور بار مينيت واحد واحد فاصل خمسة كيلو واط هيا نبدو نجاوبه اجماع اللي عنده مشكلة في المحركات يلقط على ايقونا رقم خمسة هيا اجماع نبدو نجاوبه اذا واحد فاصل خمسة كيلو واط هي استعال مفيدة اجماع ركزوا معي اي استطاعة طاطف وثاق صان هي استعال مفيدة وليست استعال منتصة روحوا لي بعدها الف ورعمية وربعين توربار مينيت واش نسميها سرعة المحرك ولا سرعة ويوجد سرعة التزامن ستكون أكبر بقليل من 1500 وفق قانون 60F على P. بعدها كوز في معامل استطاعات ويساوي 0.78. واخر حاجة خامسة هاتف وشيء هي التواتو ولا التردد. هذه يجمع زينا قراءكم موثاق الصنع. كما هناك نتايف هو النوع المحرك. وشيء هو رقم التسلسلي. هناك مئتين وعشرين فولت في ربط دلتا في ربط المثلثي. والتيار يمتز 6.65 أمبير في ربط المثلثي. 1.5 كيلوات هي الإستعارة المفيدة. 6.78 هي معامل إستعارة للمحرك. 6.80 وهو توتر الإسمي في حالة ربط يقريك مع أنتها ربط النجمي. 3.84 اه وش معنا تيار الإسمي منتص في حالة ربط النجمي وهذه يركزوا عليها جمعا. إذا كان ربط المثلثي احسب تيار 6.65. إذا كان ربط النجمي احسب تيار 3.48 مع أنتها لازم تعرف تيار وتعرف ربط تلك. 3.85 مع أنتها لازم تعرف تيار تيار الإسمي. 4.84 هو سعة دوران المحرك. 5.85 معنى التواتر. 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 80 وو ننشوف هذا الأليكس. هل يوسوي توطر أكبر متأل من لوحات المواصفة جداً قمنا بتلاحظه رغم هذا الأعداء الأ troubles. هل ينشأ لاحقين نوع الإقران؟ إقران نجمي. ولكن يسوي تويطر ل١٧ league هاته والذها المتأacher سيقوله ربط ما بالثلاث مره. ثم أن ات observing او هاته وخير أتmannay. وبما أن هذه الثانية قريب费 there will design وينه فار brick. بعد أن يعجم لتيت ووصفتي تراع الإقران. بما أن تحسبوا بها جماعة. لا لانه ربطه نجمي. هيا نكتبه مع بعض. نوع الاقران هو اقران نجمي لانه توطر مركب للشبكة يوافق توطر اكبر للمحرك. رح سؤال مية وواحد واشيرين. وقالكم وضح نوع الاقران على لوحة الاقطاب على وثيقة الاجابة صفحة تسعة واشيرين. جماعة نعطاكم لوحة المرابط تع المحرك. هذه اللوحة المرابط فيها فيها ثثم داخل تع الوشائع. اه مرمزة ا ا في ا ا و ا. وهذا اللي جين منه هم المخازش تع الوشائع. We2, We2, We2 و We2. وهذو مداخل لحنا نعطاهم شبكة ثلاثة طول. وهذا رح ن Gastهم اما اقران نجمي او لا مو ثلاث. اذا كيف ندير اقران نجمي طريقة بسيطة جدا. اذا هذا هو الاقران نجمي. Diana's now our One. واقافت مداخل تع الوشائع هذا نارطهم بشبكة ثلاثة طول. والمخازت تع الوشائع وش نقلبوه من نقطة واحدة بها نصموه؟ ولا نضيعوا اقران نجمي إذا هذا هو فاز A فاز دو فاز دروا فاز A فاش نعطيه بالمدخل A والفاز الثنين نعطيه بالمدخل V A وفاز ثلاثة نعطيه بالمدخل W A اذا هاي نكتبه نعطيه خط هذا نعطيه ب E A وهذا V A وهذا W A بعد ما كملنا هذه الجمعة واش بقالنا نعطيه المخارجة الوشاع كما كنت لاحظوا ربط النجمية واش يجب أن يكون المخارج الوشاعي لابده نقطة واحدة إذا وش نديره هذه W نعطيه ب E ثنين و E ثنين نعطيه ب V ثنين ونقلبهم كتلة واحدة وحاب نبت أكده هذا جمعة هو التركيب الحقيقي هذا هو التركيب الحقيقي إقرار نجمي لو كانت تروح الموحرك وتلقيه مخدم بهذا الشكل إذا هذا وش نسمي إقرار نجمي كما كنت لاحظوا هذه وهذه وهذه البشر بطنان لين أو لين دو لين طروة مع انتها فاز A فاز دو فاز طروة وهذا بتعمل خلاج الوشاعي واش يجبناهم نقطة مشتركة واحدة بنسبة السؤال 122 هل يمكن إقلاع هذا المحرك بأسلوب نجمي مثلثي؟ علل إجابتك إذن الجواب لا يمكن إقلاع هذا المحرك بأسلوب نجمي مثلثي لماذا؟ لأن التوتر مركب للشبكة لا يتوافق مع التوتر أصغر للمحرك أستاذ هذه الضرابة ما فهمتاش ركز معي مليح إذن وش معنى إقلاع نجمي مثلثي؟ معنى هذا المحرك يقلع على الشوطين الشوط الأول يقلع نجميا لا يقلع نجميا بين نقص التوتر ونقص الطيار لأن المحركات في لحظة الإقلاع تمتص تيار كبير جدا وشنا من قبل لاحظنا بالإدي مارج يسوي ثمانية من إي نومينال وحاجة مميزة في الربط النجمي أنه تيار يكون أقل من الربط المثلثي بجذة ثلاثة حيكون تيار صغير إذا وش لازم نديره في إقلاع النجمي المثلثي نقلعه نجميا فقط بعد مدة زمنية صغيرة خمس ثواني والعشر ثواني يحول إلى ربط مثلثي وكأن المشارين ديها ربط مثلثي إذا يقلع نجميا ويستقر دائما على ربط المثلثي يختار كما مولف تختار ربط المثلثي وبعد نختار ربط المثلثي وش لازم يكون؟ لازم يكون توتر مركب للشبكة هذا الثمية وثمانين يساوي توتر أسغر من لوحة المواصفة وكيف نشوفه توتر أسغر من لوحة المواصفة؟ شان نشوفه فيه مئتين وعشين فورت ما يتوافقش لو كان أعطى لي محارك ستميون ستين سلاحس ثمية وثمانين توتر أسغر ثمية وثمانين يوافق توتر مركب للشبكة نقدر نقوله يصلح هذا إقلاع نجمي مثلثي في نفس الوقت يصلح إقران مثلثي إذا نكتب جمع الإقلاع نجمي مثلثي يتناسب مع ربط مثلثي إذا لقيته يتناسب مع مثلثي ربط يصلح إقلاع نجمي مثلثي إذا لقيته ما يتناسب مع ربط مثلثي مما يصلح إقران نجمي مثلثي مؤهل 123 استنتج سرعة تزامن أناس وعدد الأزواج الأقطابي ثم احسب الانزلاق. اذا جمعكي يعطي لك اسئلة على المحركات ديماجي بالحصيلة الطاقوية. هذه الحصيلة الطاقوية هي ملخص للمحركات لا تزامن. هذه ستساعدك بزا. انا معنشي حنعطيك طريقة كيف ترسمها. منت حاول عاود ارسمها وحدك. وشوف كيف نخدم بها. كل شي سهل. كما كم تلاحظون هنا. هذو التفرعات هم الضيعات. كما هنا برد فير ستاتور ضيعة ثابت. كما هنا برد جول ستاتور عنده احتمالة ثلاثة. اذا قال لك ار مقاومة مقاصة بين الطاورين. اذا قال لك ار مقاومة ملف واحد. مع ان تشوف ربط اذا كان نجمي تسوي ثلاثة ار اي مربا. اذا كان ربط ثلاثة ار اي مربا. هنا في الحصيلة الطاقوية كان كوشي. اذا ما معناتها هذه لازم تكون فيها رأسك. من بعد اوش تلقى 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 اسئلة كامل مباشرة. انا مش عارض لكم الطريقة كيف ترسمتها. مش عارض لكم سرعة التزامن. ماذا تسوي 60 في التوتر F على P. اذا نكتب انس ماذا يسوي 60 في F على P. من بعد اوش تلقى 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 سرعة التزامن ديما ارسم الجدول المساعد. اذا شوفوا معامله. اذا نجيبوا جدول المساعد. هذا الجدول المساعد. ما نكتب فيه? ثلاث مقادر. مقدار الاول نكتب فيه عدد الازواج. ومقدار الثاني الآن اللي اعطينا 1440. ومقدار الثلاث نبدأ نحسبه الانس ومبعدها نستنجوها. كيف نستنجوها? نبدأ نحسبه وفق القانون انس ماذا يسوي? يسوي 60 في F على P. كنا نلقى اكبر بقالي من ان. اذا هذه هي سرعة التزامن. هيا جمعنا نبدأ نحسبه. هيا. عندي لتواطر تسوي 50 هرتز. ونبدأ نحسبه. لكن اعوضوا له. لما بي سوي واحد اشتولي 60 في 50 على واحد تخصو سوي الثالث. اهنا لما بي سوي واحد انا سوي الثالث. نزيده نحسبه ثانية. لما بي سوي اثنين ستين في خمسين على ثلاثين تخرج الف وخمسمائة. لما بي عدد الازواج يسوي ثلاثة وشتولي ستين في خمسين على ثلاثة تخرج الف. اذا نسئلك السؤال. ماذا هي سرعة التزامن انطلاقا من هذا الجدول؟ سروعة التزامن هي سرعة اكبر بقليل مباشرة من الف ورمmpere ورابعين. إذا سرعة التزامن هي الف وخمسمائة. إذا نكتب مع بعض. Lincolnاتي بقية الثالث. ماذا تسوي 1500 ثلاثة Duty. سوالي قال لك احسب عدد الازواج اقطاب. إذا هذا الجدول منها ساعدني حسبنا آنس ومنها ساعدنا حسبنا اهلبي. إذا عدد الازواج اقطاب من فإن يكتب P يساوي 2 ولكن يقول لك عدد الأقطاب يعني أزوج شمالي والجنوبي يشكلون زوج يقول لك عدد الأقطاب إذا لنبدأ عدد الأقطاب ينظر لها 2P إذا 2P يساوي 2x2 ويساوي 4 يقول لك غيره ربع الأقطاب يعني بيساوي 2 صحيح ربع الأقطاب مع هؤلاء زوج أقطاب شمالية والجنوبي مع بعضها يشكلون زوجين سؤالي بعد قال لك أحسب الإنزلق G ما زالنا سؤال لحسب الانزلاق شي إذن نجيب الحاصلة الطاقوية ونشوف الانزلاق إذن الانزلاق جمعة جي ماذا يساوي يساوي سرعة تزامن أنس ناقص N على أنس هاي نكتب القانون ونبعدها نبدأ ونحسبه إذن هاي نبدأ ونحسبه إذن الانزلاق يساوي ماذا يساوي أنس ناقص N إذن أنا أعطاهنا 1400 والآناس حسبناها لدينا 1500 إذن 1500 ناقص 1440 على 1500 كي نحسبوها نلقى صفة صفة ربعة والانزلاق النسبي ماذا يساوي يساوي ربعة بالمئة سؤالي بعد عند تشغيل اسمي إذا علمت أن المقاومة لفات الساكن مقاصب بين الطاورين يساوي خمسة أوم وضيع في الحديد الساكن يساوي بات فاستاطو يساوي 160 واط سؤال 124 أحسب الإستعال المنتصى من طرف المحارك إذن نجيب الحاصلة الطاقوية وراه الإستعال المنتصى اللي هي تعلمت خل إذن بي أماذا يساوي يساوي جزء ثلاثة في توطر مركب إذن نكتب القانون إذن بي أماذا يساوي يساوي جزء ثلاثة في توطر مركب في تي أماذا خط في كوسفي ومن بعدها نبدأ نعوضه نجيب الوثائق الصنع إذن توطر مركب 680 فولت التيار وشي هو 3.84 أمبر ومن بعدها نبدأ نعوضه وكوسفي ماذا تساوي 078 تطبيق عددي إذن بي أماذا يساوي جزء ثلاثة 280 في 3.84 ما هي جمع أغلط هنا في 0.78 كي نحسبو بي أماذا تساوي 1973.6 واط سؤالي بعده وش قالكم أحسب العزم المفيد الاسمي ها حصلت طاقة ويروحي فيها كل شي إذن ورعه العزم المفيد اللي هو سي يو والله ينظره تي يو إذن سي يو ماذا يساوي يساوي 60 في الإستعار المفيدة على 2 بي أن سرعة المحرك بعدها نكتب القانون هنا ونبدأ نطبقه إذن نجيب الوثائق الصنع إذن إستعار المفيدة قدعطينا 1.5 كيلو واط والله سرعة أعطينا 1440 من بعدها نعوض إذن سي يو ماذا تساوي 60 في 1.5 كيلو واط 1.5 نضربها في 10 قوة تساوي 1050 حولها الواط وحدة دولية على 2 بي في 1440 إذن العزم المفيد ماذا يساوي يساوي 9.95 يوتن في متر سؤالي بعده أحسب ضيعة منفع الجول في الساكن إذن لازم نجيب حاصلة طاقوية كنجيب حاصلة طاقوية إذن باتجول عندها 3 احتمالات إذن بها نفهم لازم نقرأ السؤال المليح نشوف المقاومة المدهالي هل هي مقاومة مقاصة بين الطورين ولا مقاومة ملف واحد لو كان نقرأ السؤال هنا وش قالك إذا علمت أن مقاومة لفات ساكن مقاصة بين الطورين إذن باتجول ستاطور في هذه الحالة وش يساوي يساوي 3 على 2 ري مواربة جماعة مقاومة ملف واحد هي كذا وش تدير إذن تولي فيها هل هي احتمالات شو إذا كان ربط النجمي باتجول ستاطور إذا كان ربط النجمي ومقاومة مقاومة ملف واحد إذن باتجول ستاطور يساوي 3 ري مواربة وإذا كانت مقاومة ملف واحد وربط المثلاثي باتجول ستاطور يساوي ري مواربة وإذا كانت مقاومة مقاومة مقاصة بين الطورين ما يهمني ومقاومة مقاسبة بين الطاورين ومقاومة مقاسبة بين الطاورين أكتب على حياتها ستساوي 3.2 ثم نصدر الوثائق ومقاومة 3.84 ستساوي 3.2 في 5 في 3.80 ثم تساوي 110.6 إجمع الضيئات كامل هي عبارة عن استطاعات مع أنت وحدة تحال الواط سؤال 127 أحسب الإستطاعات من قولة للدوار إذا نجيب الحاصيلة الطاقة ويتساعدنا نحاوس على PTR هي الإستطاعات المحولة إلى الدوار إذا PTR ماذا تسوي؟ تسوي بي آر استطاعات الممتصر حسبناها ناقص بيدفير ستاتور أعطينا قيمة تحال ثابت تعطينا 160 واط ناقص بيدفير ستاتور حسبناها إذا نكتب القانون إذا هذا هو القانون نكتبه PTR ماذا تسوي؟ تسوي بي آر ناقص بيدفير ستاتور ناقص بيدفير ستاتور كما تلاحظوا إستطاعات ديتهم حروف كبار ووضعي عدتهم حروف صغار هل يمكن أن نبدأ ونعوضوا؟ إذا بما أن بي آر حسبنا لدينا 1973 و بيدفير ستاتور لدينا 110.6 واط و بيدفير ستاتور و بيدفير ستاتور أعطينا 160 إذا هيا نعوضوا 1973.3 ناقص 160 ناقص 110.6 كما نحسبه و نلقاها 1703 واط سؤال 128 أحسب ضيعة من فعول جول في الدواء نجيب الحاصلة الطاقوي نحاول على بيرجول روتور إذا بيرجول روتور ماذا تسوي؟ تسوي الانزلاق في بي تير بي تير عندنا والانزلاق عندنا إذا نكتب القانون جيبنا من حاصلة الطاقوي و هم بعدا نجيب تطيق عددي إذا جي القناة 004 والإستعار منقل الدواء 1703 نعوضوا إذا بيرجول روتور يسوي 0.4 في 1703 إذا بيرجول روتور ماذا يسوي 68 واط سؤال 129 أحسب الضيعة الميكانيكي أجمع يقول لك أحسب الضيعة الميكانيكي الضيعة الميكانيكي يقطع من طرف الصانع و إذا لم أعطيك من طرف الصانع ديما خرجوا من حاصلة الطاقوي و كما تشاهدوا الألوان هذا الطول هذا الطول اللون بنفسجي وهذه الإستعار المفيدة اللون الأزرق وهذا الطول أنتم إستعار الميكانيكي إذن ماذا يسوي استعار مهي ناقص الاستعار مفيدة المين استعار منقل الضيعة ماذا سواء استعار من أغر band التوق ناقص الاستعار مفيدة ناقص بيرجول ملة إني أسف لنيف و يتعرض mb enormously بات ميكانيكها adaption يحدث سيئات ميكانيك ناقص بيو الطول الأزرق حياتي هكذا البيت المك virus ناقص بيو الطول الأزرق ناقص بيو الطول للغ century تصبح بن 14 170 التي جاهدا قمت بات ميكانيك بات ميكانيك بات ميكانيك ناقص بات مك الفر أكمله في أ tangled講 تطبيق عددي. إذن بارت ميكانيك يسوي 1703 ناقص 1506 المفيدة ناقص 68 هي بقضيعة مفعول جون في الدوار. إذن بارت ميكانيك ماذا يسوي 135 واط. سؤالي بعده قال لكم نريد استبدال محارك M2 بمحارك آخر أمر بعده اتجاهي للدوارة. كشفنا محارك M2 عنده اتجاه دوارة واحد لإخلاء السنادق على بساطة 2 في جهتين. سؤال 130 ما هو الحل الذي تقترحه لتدوير المحارك في اتجاه العكسي؟ سؤال بسيط وشيها عكسي. طورين تاع المحارك. إذن وش هو عكس الطورين؟ رحوا سؤال 131. وش طلب منكم؟ أكمل رسم دارة التحكم والإستطاع لمحارك M4 على وثيقة الإجابة. إذن هذا المحارك M4 اللي اعطاهنا منقبل. أحابي نعكس له الدوارة. بعد نعكس له الدوارة لازم نزيده لكونتاكته ولا ملامس آخر. إذن سؤال مطروح كيف نخدم دارة الاستطاع المحارك يدور في اتجاهين؟ لازم نزيد. لازم نزوج. كونتاكته الأول يمد لي اتجاه الأول. وكونتاكته الثاني يمد لي اتج كيف نعكس الطورين طريقة بسيطة جدا؟ ركزوا محمله. وقبل هذه الجماعة اللي موجود فهم دوائرة استطاع ودوائرة حكم المحاركات اللي يضغط على عقم M4 وبإذن الله تولي أسئلة بسيطة جدا. هينكملوا خدمتنا. إذن وش نديروا جمع؟ إذن شوف هذا الملمس الأول. شوف كيف نرطوه. نرطوه بالفاز A والمخرج تاعه نرطوه بالفاز A. هنا مدير طواله. رحوا الملمس الثاني. شوفوا الملمس الثاني. شوفوا الملمس الثاني. شوفوا الملمس الثاني نرطوه في. ثلاثة. كيف يعطي لذلك؟ ملامس بسيطة جدا. شوفوا الملمس الثلاثة. ويتم فرث threats. واحد بسيطة ملإكمال بسم ما بين ينبن 비. ما thìوIS جديد أこんな ملمس you.ها م burner المسيطة إذا استبرتنا ذلك الملمس الثابطته.aron تعطيت هذا بثبت seizure. يدور في اتجاهي. ما بين ملامس كام واحد و كام اثنين وش نديره الرجل ميكانيكي وش معناتها? معنات هذا تركيب ما يمشوش مع بعضها. معنات هكي تغلق كام واحد مستحيل تغلق كام اثنين. واذا تغلق كام اثنين مستحيل تغلق كام واحد. ما كاش تشغيل في آنين واحد. هذا بنسبة دارة الاستطاعة. بنسبة دارة التحكم او زر التوقف ار زر التوقف لازم يكون لازم يكون عبارة عن ذغيطة مغلقة في حالة راحة. لماذا? مجرد تضغط على ذغيطة. تضغط عن المحاركة. ويتوقفوا. لازم يكون ضغيطة مغلقة في حالة راحة. ومت carbohydrates. لابدها من هنا كان كام واحد مغلق في حالة راحة. وهي ما سوف يكون؟ سوف يكون قام واحد مغلق في حالة راحة. لنظر لكم كونبزة انتوا. واغري العديد، ان هاي وهي ما سوف تكون؟ سوف تكون مضحية قام واحد. الجماعة على هذا ان هناك اثنين مغلق وهناك مواحد مغلق عكس بعضها. ماصرهم على الحل. إذا تنشط كام 2 يدور محرك في إتيجة الأول كما تنشط كام 2 يتغلق هذا تعتغذية ذاتية بهما يتوقف المحرك وهذا كام 2 يفتح كما تفتح إذا كان يأتي شخص يضغط على ام دي لا يمرش تيار الوشعة كام 1 لا ينظر أن نشغلهم في آنين وواحد إذن هذا هو الرجل الميكاني كنخدمه بزوج ملامس هيا تلاميذي الأعزاء سؤال 132 أكمل برمجة دارة التحكم لهذا المحرك يستعمل اللغة لادر ملامس لادر على وثيقة الإجابة صفحة 29 إذا بل نخدم اللغة لادر لازم تكون لدي دارة التحكم متعلق لدي المحركة اللي خدمناها قبل هذه هي وبعد هذه هاده دار التحكم ونجزدها بلغة لادر كما تلاحظوا هذا دار التحكم كدة فيها فرع فيها ربع فرع وهذا فرع الأول وهذا فرع ثاني، وهذا فرع ثالث وهذا فرع رابع هذه الكذلك ستكون كيفا؟ فرع الأول, فرع الثاني، فرع الثالث، فرع عربع هاي نبدأ في فرع الأول اجمعين. كنشو في فرع الأول كدةulsion ملمس واحد nenhum、ثنين voit ونحصل الواشعة هنا كده لازم تقي갔ون toppические تمام O wasted. ملمس الثنين ثلاثة وتلقوا هذه المخرجه اللي هو رمز قوسين. المخرج لأفعال لنقضرهم مارسين والأفعال ينقضرهم خطين متوازين. هاي نبدأ هاي نبدأي جماعة نبدأ الأول الاول. قرأ على program standard AR ملمس مغلقاً من حالتérêt من خطين متوازي حيث كدود للمس الخطين وشان ستضيح المجودة. حدث. هاذا اعطيها النوع ، مدخل ولا مخرج مع أن تنصب مكسبة في هذا الشكل بعد أن نرى هذا المدخل مغلق حال الطرحة أو مفتوح؟ مفتوح، لا ندره الخطة المائية بعد أن هذا المدخل، ما اسمه؟ MD، ما يترغمزه؟ إذن A2، ما نكتبه؟ إذن نجمع، ما معنى؟ يقول لك الأسهم لي؟ وإذا كمّل لي اللغة لادر، أول حاجة يجعل جدوى التعيين والترميز هو أعطيكم جدوى التعيين والترميز AR هي A2، ما داخل؟ نرى مزونهم E والمخاج O ها، نرى معي AR A1 AR A2 AR A2 AR A3 والمخاج O1 O1 O2 إذن كملت الفرعة الأول نروحه الثاني فرعة الثانية M1 أعطينا واجد، لا يوجد مشكلة، نذهب لي بعدها الفرعة الثالثة ما لدي؟ عندي ملمس وملمس وعندي الوشعة إذن هنا ستجد ملمس وملمس ستجد المخرج إذن الأول أعطينا هلنا نمنوع الثاني، ما هو الثاني؟ ما هو الثاني؟ الثاني هو عبارة عن ملامس مغلق في حال طراحة إذن، ما التي نسمحه الخطp متوازين؟ وبما انه ملمس مغلق في حال ترحا واش معنه ها يكون خط مائل وبما انه هذا الملمس يتحكم فيه كام 1 وكام 1 وشو ترمس تعه أو واحد نكتبه أو واحد هذا بنسبة الفرع الثلاث روحوا الفرع الاخير الفرع الاخي كن رمز الملمس مفتوح في حال ترحا اش كن يتحكم فيه كام 2 وكام 2 وشو ترمس تعه شو هم عايات ترمس تعه كام 2 هو أو 2 اذا هنالا اشنا رسموه جمعه بما انه هذا الملمس اذا بلغة لادر ملمس ولا ما تخشنه بزنه خطين متوزة صحيتو ملمس مفتوح ولا مغلق في حال طرحه مفتوح مع انتا ما نديرش خط المائل هذا الملمس كوي تحكم في كام اثنين كام اثنين اوش يوترمز او او اثنين نكتبوه هنا او ثنين وهنا يا مبركة عليك ركا رسمت دار التحكم باستخدام برمجة لغة لادر وهنا تلاميذ الاعزاء وصلنا لنهاية الحصار وموقع علينا نقولكم غير سلام اشتركوا في القناة